اشتركوا في القناة 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 العدد 13 رأس في الشوط كان موجود قمري كان مرشح بمحمد لهذا الشوط؟ بالله من ضمن المرشحين لم يكن هو المرشح الترشيحات كانت مصبة لصالح خيل ثاني صراحة لكن راجعت القمري في هذا الشوط بطريقة إيجابية هالمره وأظن الخيال طبق التعليمات له المعتصر من البلوشي قدر يؤدي بطريقة إيجابية ومبارك لأخونا خليفة بن علي العطية فوز القمري لولده محمد بن خليفة بن علي العطية الخيال الذي هو معتصم طبق التعليمات وبدر يحرك الخيل قدام تم في تنافس كبير بينه وبين جواد هاي هورس لقاية آخر 100 متر صمد صراحة ودخول حلو من الجواد ساخن مع الخيال يوسف الهاجري وخيال نفس شيء إحصان أخونا أسامة الدفع كان جدا سباق مشوق وفوتوفينش قوي بينهم لكن أظن الخيال الذي هو معتصم بلوشي قدر يطبق التعليمات وقدر يطفر بالشوط طريقة جدا إيجابية أعتقد محمد من الصعوبة على المضمار الراملي وخاصة مسافة قصيرة أن يجيك حصان من وراء ويضرب باقي الخيل بس شفنا هذه الحالات أبو محمد أعتقد لابد يكون الحصان يؤدي بطريقة إيجابية في المضمار الراملي راملي ومسافة قصيرة أعتقد صعبة شوي صعبة لكن في خيل أدت بطريقة ظهر يوم تحب الأرضيه هذه يقدر يؤديها الحصان دائما الحصان الذي عنده فنش قوي ويحب الأرضيه هذه يقدر يعملها لو تذكر معي حصان أخونا عبدالله الكواري اللي هو تيكناب حصان قاعد يعمل فنش ما شاء الله يكون آخر حصان في السيدة و 1200 ويعمل لك فنش على الرامل على الرامل رش هناك خيل الأخوي سلطان تأدي صراحة بطريقة جدا تحب الأرضيه الراملية عندها أمكانيات كبيرة في الأرضيه الراملية ويقدر يكون انتظار يعمل لك فنش قوي فهذه خيل نادرة قليلة الخيل لكن مثل ما قلنا الأشواط الراملية دائما الخيل لازم يكون قريب المجموعة التي قدامها لا يتأخر ما يعطيه فرصة الخيل اللي قدام تبتعد عنه بالذات في الأشواط السبرنتر يمكن الأشواط البعيدة في مجال تعوض إذا كان حصانك يحب الأرضيه الراملية لأن الأشواط السبرنتر أظن الأمور تكون صعبة اللي تقدم نعم هو دائما اللي يضفر بصدارة نبارك للسيد محمد بن خليفة العطية ألف مبروك له وكذلك مدربة محمد جاسم الغزالي ومعتصم البلوشي بالتأكيد ألف مبروك له هذا الخيال اللي أدى أداء طيب في هذا الشوط من الشوط طبعا الرابع للشوط الثاني بوحمد الشوط الثاني طبعا شوط مهم للخيل المهجنة يصير أنتاج محلي وضاح حل في المركز الأول مع المدرب الغذير محمد خالد الأحمد صحيح أخوي سلطان وضاح أخذ المركز الأول بريحية مسافة 1200 مثل ما تفضل أخوي أبو محمد مسافة قصيرة أعتقد أن البوابات لها دور مسافة ضرعة من البوابات لبعض الخيل يكون لها دور بعض الخيل تكون من تنرفزها بعض الخيل يكون عندها خوف أو شيء فمن تطلع من البوابات تلقاه يقوم رأس يكون الحصان أو الفرش تكون مرتاح أنها طلعت قدام ومثل ما تعرف مسافة 1200 مسافة بصيرة صحيح وضغط المسافة من تقوم الخيل لحد النهاية وهي ضغط ووضح من السلالات الطيبة الأب أبايد وذمي أحصان أخونا محمد من عبدالله عبد الملك الله يبارك له في الإنتاج ويبارك لأخونا سيف بالراشد الخياريين على الإنتاج الطيب ونحب نهنيه ونهني المدرب ونتهلق محمد خالد الأحمد ومثل ما نتشايف فلمرشح ووضح هذا الشوط أبو حمد صعب يكون الترشيح يا سلطان بالنسبة لعمر ثلاث سنوات يعني تحصل مفاجآت من أي راس يحصل مفاجآت ومشاء الله بفارقة أعتقد ثلاثة إلى أربعة أطوال نعم ونحب مبارك له ومبارك لأخونا أبراهيم المالكي حل في المركز الثاني ودائما نحب نشوف مثل الأشواط هذه الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي عمر ثلاث سنوات نعم وخاصة خيل مبتدئة نعم الفوز يكون لطعام يكون لذة يعني ما شاء الله إنتاج الدوحة وإنتاج أخونا سيف براشد الخياريين ومن الفحل عند محمد عبدالله عبد الملك يعني شيء طيب وين نشوفه واضح في السبقات القادمة في السنوات القادمة من وجهة نظرك بعد الفوز اللي فازها البيميلة هذه والله نتوقع لإن شاء الله مستقبل طيب إن شاء الله وعند نتاج المحلي بإذن الله إن شاء الله إن كله مستقبل طيب وسلالة أبايد وذمي فرضت نفسها عندنا في السبقات في عمر ثلاث سنوات في التكافؤ في الأشواط المفتوحة يعني شيء طيب بالتأكيد نبارك لسيف براشد الخياريين على فوز واضح في المركز الأول ألف مبروك لها وكذلك مدربة محمد خالد الأحمد ألف مبروك لهم على حصولهم المركز الأول في الشوط الثاني وكذلك في نفس الخيل أعتقد أنتاج المحلي أبو محمد الشوط السابع أعتقد اللي اخترته الشوط السابع بالتأكيد للخيل العربية لصيلة شوط مشروط هو الأول لنتاج المحلي أبو محمد الخيل لنتاج المحلي مشاركة فيه المحلي المستورد الشوط كان مفتوح مستورد ونتاج مع بعض شوط سبرنتر ملهب النايف أعتقد اللي يحل في المقبض يمكن صفوة السبرنتر كان المتواجدين في الشوط هذا صراحة يمكن أول تجربة للجواد ملهب النايف في الأشواط الرملية وكانت بالنسبة لي هذه نوع من المجازفة اللي يحط الحصان في شوط رملي أجاربة بس كون الحصان في التمرين عندي قاعد يدي الطريقة جدا إيجابية وحصان متمكن في الرمل فحبيت أحطها في الشوط هذه وأشوف لأن فيها شواط كؤوس جايتني الفترة الجاية فقلت أجرب الحصان في الشوط ما شاء الله على ملهب النايف يدي مسافات في محمد الـ 1200 و 1600 نعم وأعتقد أطول من 1600 كدرك يديها حتى الـ 2000 فاز الحصان بس الحصان أكثر المايلر تحت أكثر ما هو يكون مسافات بعيدة الحصان يتمكن في المسافات القصيرة بالذات الحصان بطل الحصان صراحة عندنا مقنيات كبيرة يمكن أن يعاني بعض المشاكل الحصان وقاعد أنا أحاول كل ما يعني ما قدرت أن أحافظ على الحصان هذا أنه ما يتعطل لأنه عنده مشكلة والمشكلة هذه يعني ما تنحل في نهاية الموسم الحصان يحتاج عملية جراحية ونهاية الموسم إن شاء الله أن الله نواكفه ونعمل العملية جراحية هذه بس لكن الحصان يقدر يأدي بطريقة مميزة في السباقات بالنسبة لي كان تجربة حلوة أن أحط الحصان في شوط رملي ومسافة قصيرة لأنه في سباقات جايتني كؤوس رملية فهذه مقياس حق الحصان وأدب طريقة جداً إيجابية إن شاء الله أبارك للشيخ ناصر بن عبد الله على هذا الفوز وإن شاء الله نتمنى لأفضل إن شاء الله نعم بتأكيد مبروك لكم بمحمد فوز ملحب نايف مدرب هذا الجواز كذلك لطبعاً نايف ريسنك ألف مبروك لهم على حصورهم المركز الأول في الشوط السابع بالتأكيد نقول حظنا وفربل لي ما حالفها الحظ من الشوط السابع إلى الشوط الأخير طبعاً اللي هو على كأس روضة المايدة للخيل العربية لصينا تاج محلي وحمد أعتقد أن الشوط مهم دماس في المركز الأول مع المدرب ألبان ديميول صحيح عادل دماس ولا أنا غلطان نعم نعم دماس نعم كانت المسافة ألف وسبعمائة متر أعتقد أنه مع أسماء قوية مشاركة في هذا الشوط رصان استبداد راقيس ميسمة رصان رصان دماس والد نعم حل في المركز الأول شوط قوي جداً ومدربين عمالقة يعني يعجز اللسان عن التعبير بحكم أن أبو محمد موجود وداخل براسين واخونا حسن المطوي وآلبن ويعني خيره من كان مرشح في هذا الشوط بوحمد؟ والله صعب الترشيح فيه قبل أن ينطلق الشوط كان راقي ورصان من أبرز المرشحين لكن كان فيه ثلاث أسماء غوية جداً راقي ورصان ودماس واستبداد كلهم ما شاء الله يعني من الأسماء الغوية وكان الترشيح كله ينصب مع أبو محمد ومعه رصان بحكم سلالة الحصان وإنجازاته قبل وما شاء الله عليها حصان رملي أعتقد أن أطلقه عليها أبو محمد ملك الرمل الحصان وهو بطل رصان نعم نعم أنه بطل مسافات قصيرة ومسافات بعيدة ما شاء الله ومثل ما أنت شايف يعني خمس روس صعب أن أحد يجازف أن يطلع راس صحيح أو يجر الشوط فيه خطط عند المدربين لو فيه كذا راس يخدم المدرب بيسرع البيس شوي نعم لكن الكل كان متحفظ وكل كان يعني يعني معطي الخطة أنه يكون فيه ركود يعني شفنا المنافسة في آخر أربعمائة متر بين رصان وبين راغي وبين داماس يعني ملحمة ورصان ما قصر يعني لحد النفس الأخير نعم لكن كانت الكفة من نصوب داماس أكثر مثل ما أنت شايف يعني راغي راغي ما كان يواصل هالمسافة هذه محمد عند خضرنا ما كان يواصل هالمسافة هذه لكن ما شاء الله عليه واصل وداماس على لم ترنخيره يعني ضربة الغاضية تمت المنافسة في النهاية بينه وبين استبداد نعم نعم اللي كان مفاجأة في السباق هذا استبداد يعني أن أن قدر ينافس الخيل هذه بهذه الممكانيات الكبيرة صراحة كان جدا كان مفاجأة أبو محمد بالنسبة لك بالنسبة لأني مفاجأة صراحة نعم أن كان توقع أبو محمد أنه رصان 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 نعم نعم رصان وقعنا نعم رصان نعم نعم اللي فاجأني صراحة استبداد أدى بطريقة جدا نجابية ما شاء الله تبرك الرحمن تصير في مثل هذه الأمور يأتيك حصان مرشح ولكن يخسر في هذا الشوت ترى لك جواد ثاني يفوز بالشوت وهذه عالم السباقات مثل ما قال أبو محمد نعم نعم ساعات أنت توقع إحصانك هذا أنه هو المرشح الأول وترشيحات من صوبة ولكن التفاجأ بالإحصان الثاني الذي داخل معه مثل ما تقول حط إحتياط أو مساعد للإحصان هذا الذي معه فتتفاجأ من آداءه في السباق مثل ما قال لك أبو محمد مفاجأة للشوت استبداد ودخل في ملحمة مع دماس على لمتر لخيرة نعم ولأنه رصان بعد العمر ترى لدور كبير لحصان عمر تسع سنوار لحد الآن قاعد يأدي بطريقة مع هذه الخيل أنا أقول له صراحة كثرة لخيرة لحد الآن قاعد ينافس رصان صراحة بالتأكيد نبارك للسادة مقرن على فوزهم وكذلك لسموه الشيخ عبدالله بن خليفة الثاني ولمدربة هالبنديميول على فوز دماس طبعا في الشوط الختامي والشوط الأخير طبعا اللي هو على المضمار الرملي يوم الأربعة بالتأكيد نقول حظ نوفر بمحمد طبعا رغم أن رصان بطل مرشح لهذا الشوط إلا أنه ما حالفها الحظ معوضين إن شاء الله في أشواط قادمة بمحمد نحن في نفس السباق الرملي اختار الأول أو الثالث سنتكلم عنه بالنسبة لأشواط الشوط الأول أو الثالث أعطني الأول الأول توكع الله الشوط الأول طبعا من الأشواط المهمة ثبر الخيل المهجنة الأصيلة طبعا مسافة الشوط 1200 كلمني عن الشوط الأول طبعا شوط سبرنتار شوط الميدن لسير ربض المستورد المشكلة أخي سلطان فيه خيل موجودة في الشوط تبيلها مسافات أبعد من مسافة 1200 لكن قلة الأشواط الموجودة حق الثير ربض المستورد في الجدول يجبرك أنك تضع خيلك في أشواط يمكن المسافات ما تخدمها فتلاحظ بعض الخيل يمكن إمكانياته أكبر من الخيل الثانية لكن لا تستطيع تؤدي بطريقة لأن المسافة ما تخدمها الحمد لله طاز عندي حصان المربط إنجاز سير كوماندر قد بطريقة جدا إيجابية كان يتأخر وانطلق في أشواط جدا سريع لكن الخيال بنت صراحة خيال متمكن وعرف يجيب الإحصان يمكن الترتيبة حين ثامن مع الكوع إنه ثامن يجي من ثامن وفي 1200 ويلحق ويفوز على الخيل ما شرر هذا من شوية كنا نتكلم عن الطريقة هذا هذا الطريقة أقول لك حصان يقدر يلحق في الخيل شوف هو الحصان اللي برا لابس سير كوماندر محمد قناع عن نابي بس مربط إنجاز خيال هاري بنت اللي صراحة عرف في كون يتدارك الوضع تأخير شوط مكان صالحة خيل طلعت سريع خيل خيل خفيف الحمد رب العالمين الحصان قدر بطريقة جدا ومتازن هذه ثالث مشاركة الحصان عندنا في الدوحة مشاركتين خامس خامس وهالمرة فاز أول في خيل أقول لك لو المسافة كانت أبعد يمكن الحصان هذا نبارك لسعد الشيخ بن حمد بن خليفة الثاني وكذلك مدربة جاسم الغزالي على فوز هذا الجوات في المركز الأول في الشوط الأول على المضمار الرملي مشاهدين ومتابع الكرام طبعا من المضمار الرملي إلى المضمار العشبي نتابع معكم في هذا التغرير السباق العشبي على السباق الخمس ثلاثين على المضمار العشبي الخميس الماضي كان مسرحا ليوم سباقات حامل وطيس حيث انتظمت ثمانية أشواط من طراز عالي وكان أهمها الشوط الختامي على كأس عين خالد للخيل المهاجنة الأصيلة الدرجة الثانية الملاحظ هنا أن السباق كان يوم الثنائيات إذ حقق ثلاثة مدربين ثنائية أولهم هو المتألق إبراهيم سعيد المالكي الذي حقق الشوط الأول للخيل المهاجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة عن طريق الجواد إفن لاند ابن الفحل بيفوتال وملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني آل ثاني تلاه فوز ثاني في الشوط الثاني للخيل المهاجنة الأصيلة إنتاج محلي من فئة التكافؤ فوز حققه الجواد واركينغ بقيادة جيمي كوين وعلى ملك السيد محمد عبدالله عبد الملك أما المدرب الثاني الذي حقق ثنائيا فهو جاسم الغزالي الذي خطف الفوز في الشوط الرابع للخيل المهاجنة الأصيلة وهو شوط مشروط من الدرجة الثانية على مسافة ألفي متر فوز حققه عن طريق الجواد اللجمنت ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري متجاوزا المرشح الأول فلمون أما فوزه الثاني فكان في الشوط السادس للخيل المهاجنة الأصيلة شوط مشروط للإناث الدرجة الثانية وكانت المهرة فيستيف هي الأولى التي تجاوزت خط النهاية مدخلة البهجة على مالكها السيد خليفة بن شعيل الكواري ثالث ثنائية في هذا السباق المشهود كانت بإمضاء المتميز هادناص الراشد الرمزاني الذي حقق بداية الشوط الخامس للخيل المهاجنة الأصيل انتاج محلي على مسافة 1400 متر عن طريق المهر لوسيل ملك السادة مربط الجريان ومن ثم ختم السباق الخامس وثلاثين بخطف لقب الكأس الغالية كأس عين خالد للخيل المهاجنة الأصيل درجة ثانية على مسافة 1200 متر فوز حققه عن طريق الجواد إيتوريو ملك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني إذن بالتأكيد الإثارة والحماس على مضمار نادي السباق الفروسي في الريان يمكن شفنا معاكم هذا التغريل تحدث عن السباق الـ 35 على المضمار العشبي بالتأكيد هناك أشواط مهمة بالنسبة لنحن كمتابعين والمشاركين والملاك كذلك راح نتكلم إن شاء الله بدايتا عن الشوط الثالث أبو حمد للخيلة العربية الأصيلة شوط هندكاب مسافة 1600 بمشاركة ثمانية من الجيات في هذا الشوط تكلمين على هذا الشوط بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للشوط هذا طبعا فاز قاسي المالك ثمامة ريسنج نبارك لهم على هذا الفوز نبارك المدرب محمد حسين على الفحل مارد الصحراء مارد الصحراء يعني غني عن التعريف وكان فوزة طيبة ومثل ما تشوف المسافة 1600 المايل نعم مسافة يحبونها أهل الخيل أغلب أهل الخيل يحبون المسافة هذه نعم أسماء قوية مشاركة مع أبو حمد ورق طع كلامك كان مرشح قاسي عندك دؤودية عندك نعامة عنفوان ملك برنسعان يمكن ما كانت صوبة الترشيحات بحكم رقضات اللي قبل عتيق ونعامة مذذذبة كان في ذذبة عندها غاصي في الرقضات اللي قبل اقناع كان الترشيح على عتيق ونعامة سبحان الله فاجأهم أنا أعتبر أن مفاجأة في الشوط لأن يمكن 6-7 رقضات والوزن لدور يعني خدم خدم غاصي في الشوط هذا ويعني مثل ما انتعارف وزن الخيل في الشوط يلعب دور ولعب دور فعلا في هذا الشوط نعم لعب دور مع غاصي وفاز بهالشوط ويستاهلون مربط الثمامة يستاهل مدرب محمد حسين وحظوا فر لما فازوا وإن شاء الله يكررون انتصاراتهم إن شاء الله في السباقات الجاي اللي هو عتيب ونعامة وإخواننا الباقيين المشاركين في الشوط بالتأكيد طبعا ألف مبروك لسادة ماما ريسنج على فوزه مع المدرب محمد حسين وهذا المتعر الأخيرة بالفعل القاصي وفر سلطان هذه من الأشواط المشوقة تعتبر لأنه يفوز حصان مش مرشح الترشيحات مصبة لصالح خيل معينة وخيل لها ثقل العتيق ونعامة صراحة من الخيل كل الكلام متوجه أن الشوط يكون بينهم بمحمد عادة سبب الخسارة يأتيك حصان مرشح وقوي الوزن 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 صراحة وزن الحصان القاصي هو كان سبب فوزة ليس كسورا في الحصان ولا مقلل من الخيل الثانية لكن هذا الحصان دائما سلاح ذو حدين ينفع خيل وضر خيل إذا جاءك حصان على وزن خفيف وحصان قريب من الخيل الثانية في مكانياته يخدم الوزن صراحة هذا الحصان يخدم الوزن لو ترى النتائج القبلية رابع خامس سابع يعني مباح حصان قريب فوز عكس عتيق ونعامة مشاركاتهم قريب من الأول هم المرشحين لكن 1600 المسافة كانت تقريبا تخدم الجواد بالذات على 51.5 الوزن تقريبا 6 كيلو 7 كيلو فرق بينه بينهم هذا كان سبب فوز الحصان وهذه الإثارة التي تعملها الأشواط الهنديكاب التي تكون فيه أوزان مختلفة في بعض فممكن أي حصان وزن خفيف يفاجأ الكل ويفوز إذن أفضل هم قاصي هو الفوز المستحق في هذا الشهر صراحة هو المستحق وبدليل فوز المركز يعني خاص شوف دامنا فوز لا تقلل منها داودية بعد لا يستهام فيها الشاقب رايسينج مع فالق أبو غنيم إن شاء الله وزن أقل بشيء بسيط عن أبو محمد الداودية عليها علام استفهار كبيرة صراحة ما هي بداودية الأولية داودية فرس عندها ممكانيات كبيرة وفرس كانت بطلة حلت في أي مركز أبو محمد ثاني ما بعرف ما سويت رابع حلت رابع نعم حلت رابع الداودية عندها ممكانيات أكبر من الممكانية هذه بس يمكن فرس السنة مبلل اللي من الشوط الثالثة للشوط الرابع أبو محمد الخيل مهجنة الأصيل الشوط مشروط مسافة 2000 أعتقد أن الجمنت حل في المركز الأول ملك سيد خليفة بن شعيل الكواري وعندك تدريبة أبو محمد في هذا الشوط كذلك هناك أسماء قوية مشاركين في هذا الشوط شالي صار أبو محمد هذه من أحلى الشوط المرة على اليوم الخيمي الصراحة بالنسبة أنا كمدرب أقول لك لأن أولا شوط يعتبر شوط مفتوح حق الثير بدل الصف الأول الخيل الموجودة لها ذقلها في السباقات الجواد شمان الجواد سهيل خانت لأنظرة تنصب على فول مون بو محمد في هذا الشوط بطل داربي صراحة فول مون نعم الجواد فول مون كان بطل داربي مرشح سهيل جاي خامس في سباق أعتقد أنه طعم من نوع ثاني صح كرامي أو غلط محمد صح ومية في المية وبالذات كان لدينا طعم خاص لدينا لأنه كان فيه تنافس كبير صراحة قبل الصباق أحيي أخي أحمد القبيسي ولا بصورهم في الخيل اللي فاز ولا في كل خيل ولا نحن لا نقلل إنشانا لكن المنافسة قوية بمحمد أقول لك حصان فايز داربي حصان فايز ياي خامس في الأمير الحصان شالكو خيلة خيلة بطال نعم بس يومنا كنت تدش في شوط وانت مش مرشح تفوز فيه صح هذا اللي يعطيك صراحة أهمية لشوط الحصان قمنات الحصان طيب جبناه من فرنسا في مزاد الأخير هذا في الأرك الأخير ركض ركضتين ما أدى بطريقة إيجابية صراحة وخيب أمالي في الحصان لم يكن صورة اللي أنا أبغيها سباق هذا صراحة ركض مع صف الأول يمكن ثلاثة من الخير الكبار مش موجودين بساكن كلهم الوحيد اللي مش موجودين في الشوط هذا يمكن يكون الجواد وبزير مش موجودين أكثر الخير الطيبة موجودة في الشوط قدر يفوز إحصان بطريقة جدا إيجابية يمكن الترشيحات كانت من صب الجواد بطل محمد كنت توقعت هذا الهوزنت محمد أنا أعرف أنك صريح وتعجبني صراحتك دائما كنت متوقع الشوط يكون بين الفولمون وبين سهيل هم الترشيحات بينهم لكن خيال هاري بنت اللي طبق التعليمات طريقة جدا احترافية وكنت مأكد عليه أن الحصان بدري يحرك ما يأخر الحصان وراء وهذا اللي يعطاه فرصة أن شوف الحصان ومحمد كان خيال الفولمون تأخر وهذه غلطة شاطر بلف سباق هي فرص متى تستغلها ومتى تحرك حصانك ومتى الخيال يعرف كيف يحرك حصانك ففوز صراحة جدا أسعدت مبروكين وأقول أحمد الغويس يهر لك تستهل يستهل لأنه قبل اليوم كان فيه تنافس بيني وقال لي ذبل آي مش موجود قلت أحمد 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 المدربين المشتهدين صراحة لكن دائما هناك إثارة تنافس روح رياضية مع بعض بعض السباق يصير أحمد التحدي بين المدربين قبل السباق كثير وحلو إذا صار التحدي وبعد السباق العشاء على خسران سيكون هذا شيء طيب وفيه حصان عليه علامة استفهام الرقم 6 لسعاد الشيخ فيصل بن حمد أحمد بالخير والمدرب إبراهيم المالكي مسافات 2400 إلى 2000 رأيناه في المركز الأخير علامة استفهام على الإحصان بعد نحب أن نرى بحمد وأبراهيم أعطيك الجواب أن الإحصان لا عذراس من قطع من السباقات سنة كاملة من عام آخر مشارك عقوبها أظن أن لديه مشكلة صحية و المدرب إجتهد فيه و جاء الإحصان نرجع للسباقات هذا شيء جيد يمكن أن هذه أول مشاركة للإحصان بعد موسم كامل شيء طبيعي الإحصان لا يقدر بطريقة إيجابية لأن الخير اللي معه مشاركة و جاهزة والإحصان سنة كاملة دائما نقول الإحصان اللي يرجع من مشكلة لا تتوقع منه أول سباق يعطيك سباق ثاني سباق ثالث أظن بيرجع بطريقة إيجابية إن شاء الله نحب الله نشوف المدربين كلهم على خط واحد و في المنافسة مثل ما قال أبو محمد يعني يكون فيه حماس يكون فيه إدارة نحن دائما نغطي السباقات على هوا مباشرة لما تكون فيها منافسة يعني تحييك السباقات مثل ما تفضلت أودك تشوف المنافسة إن شاء الله أنا موجودة المنافسة يكون فيه حماس يكون فيه لذة ومحمد يعني لو فاز أبو محمد ولا إبراهيم بسعيد المالكي ولا أي مدرب هدر رمزاني كلنا أخوان ومبارك البعض في نفس اللحظة يعني حماس وإثار تتعبط في السباقة الروح الرياضية التي تكون بين المدربية و الملاك هذه مطلب لازم يكون موجود تكون روحك رياضية إذا كانت شيء طيب وإذا خسارت لازم تقبل الخسارة وتهني الفائز هذه الرياضة هذه نعم بالتأكيد نبارك لكل من فاز والشواط اللي راحت أبو حمد أكلمني عن الشواط الخامس للخيل المهجنة لصير أنتاج محلي مسافة 1400 أعتقد أن هناك أسماء قوية مشاركة في هذا الشواط شواط مهم شواط الخامس مسافة 1400 مسافة زينا وعندك خيل عليها الترشيح منصب عليها الترشيح رغم واحد لو سيل ومسيطر عند أخونا خليفة بن شعيل الكوار يحب أن مسي عليها بالخير وعند أخونا أبو محمد شواط جميل وما كان انطلاقه ما كانت سريعة جدا للغاية نعم كان فيه تحفظ عند بعض المدربين وبعض التعليمات مثل ما نشوف مسيطر في المركز الثاني سار طلعوا استلم راس لو سيل كان في المركز الثالث يعني مراكزهم كانت طيبة وخصوصا مركز لو سيل أن تكون الخيل قدامه ويكون في وضع تهدئة لحد لم تر الأخيرة مثل ما انت شايف يعني الموقع هذا اللي فيه لو سيل لما يكون الشوط مجحوم يكون خطر عليك أن الحصان يمكن يتسكر عليه أو شيء بس الخيال ما شاء الله عليه يعني عرف شلون يطلع الحصان ومتى يخلي الحصان يعني في الموقع الصحيح وكان ملحمة لحد هو اللي من داخل المصاب الريل وكان ملحمة لحد لم تر الأخيرة وخصوصا مسيطر هو اللي كان يشكل خطورة على الوسيل لكن قدر مربط الجريان أنه يتفوق على المسيطر واخونا نعم يستاهلون نمسي عليهم بالخير مربط الجريان ومبارك لهم ألف مبروك ويستاهلون ويستاهلوا أخوي هذا بن ناصر الرمزاني هذا الفوز المستحق والوسيل يعني سلالة طيبة ومهر لا يستهام به بالتأكيد يستاهرون هذا الفوز ألف مبروك لهم عجبني بمحمد الخيال رونان توماس دخوله بحص الله طريق ودخل بالفعل قدر أن يفوز بهذا الشوط بمحمد أعتقد أن في نفس الشوط هذا عندك أسماء مرشحة قوية كذلك ولكن هارد لك محالفة كالحظة هذا الشوط هذا الشوط بالحدي الرمزاني ولمربط الجريان أخونا محمد بن حمد العطية فوز مستحق صراحة الجواد الوسيل تسألني أنا أقولك من خيرة الخيل لنتاج المحلي موجودة حاليا في قطر الجواد الوسيل أنا بالنسبة لي أنا الوسيل الرقم واحد لنتاج المحلي حاليا موجود يمكن الحصان هذا غير محظوظ مر عليه موسم غير موفق صراحة هذا الحصان لو في سباق سيد سمو الأمير حصل طريق يمكن أنه كان بطل سباق سيد سمو الأمير الحصان هذا يمكن اليوم الخيال حطه في وضع صح لا أحب أخر الحصان استغل الفجوة التي جاءتها داخل الريل وحرك الحصان أخر لحظة الخيال رومان توماس خيال مزرعة مقار الخيال جدا مستوى عالي وخيال دائما خيال انتظار يعطي الحصان حقه ودائما يحاسبها صح ويجيب الحصان في الوقت المناسب صراحة فوز ليس مستغرب على الجواد الوسيل مع أخونا هادي الرمزاني بارك لأخوي هادي الرمزاني ومحتاج كان هالفوز صراحة أخونا هادي لأن الحصان هذا قلت له أنا حصان غير موفق حصان بطل لكن سبحان الله تصير أشواط تسكر عليه ما يحصل طريق أو بعض الأخطاء البسيطة التي تصير في السباقات ومثل ما قال أخوي عبد العيز قبل شوي بعض الأشواط فيها زحمة ممكن يتسكر عليك ما تحصل لك طريق نعم الخيال اللي هو كان راكب الحصان يمكن شوط مش زحمة خمسة تروس عرف وين يحط الحصان وألف ألف مبروك سهلا إن شاء الله بالتأكيد ألف مبروك للسادة الجريان على فوزهم في هذا الشوط المركز الأول مع الوسيل وكذلك مبروك المدربة هادي بناصر الرمزاني ورونان توماس الخيال اللي قدر أن يفوز بهذا الشوط بكل استحقاق وجدارة بالتأكيد من الشوط الخامس ابو محمد كذلك الشوط السادس للخيل مهجنة على صيلة شوط مشروط للإناث مسافته ألف أربعمية أعتقد فيستف في المركز الأول ملك خليفة بنشعيل الكواري ورغم أن هناك أسماء قوية مرشحة أبرز هذه الأسماء واي سايد فلاور ابو محمد كذلك عندنا بوتانيكا ودركانا في هذا الشوط مشاركين كذلك وهيرز تانسر مصوية مزون راس القمة مجموعة خيل صراحة شوط كان فيه جمعة مجموعة أفرس وترشيحات كانت مصبة كلمنا عن المهرة هذه محمد اللي فازت الترشيحات رايحة صراحة ويسايد فلاور كل الترشيحات كانت رايحة نعم أنا من الناس اللي رشحت ترى ويسايد فلاور لكن بالنسبة لي أنا كنت عارف أن الفرس ستفوز وقلت حق جي بي صراحة خيال جي بي قلت اليوم ستفوز قال له سير تفوز ويسايد فلاور كنت بترجع بالشوط وبأذكر كل الكلام بي لأن الفرس عندي آخر سباق جاي قريب من الفرس ويسايد فلاور وتأخرت و جاي دخول قوي سباق زي اسم الأمير نعم الفرس عندي في التمريب متغيرة خيال جي بي قامبر شوف اليوم خلاها قدام مأخرها أنا قايل له لا تأخر فرس لأنه بتضربك اللي هي ويسايد فلاور جي بي تنافس قوي بينه وبين الخيالي الثاني اللي هو هاري بنتلي فيوم أقول له كلما يشوف حرك قبل هاري بنتلي هو وعارفنا المرشحة عندنا نحن ويسايد فلاور بس لكن الخيال جي بي قامبر طلع ذكي سمع تعليمات حرك قبل اللي هو هاري بنتلي حتى الخيل الثانية اللي كانت منافسة لي كانت مراكزة على هاري بنتلي مع ويسايد فلاور بس لكن ذكاء الخيال جي بي قامبر حرك الفرس بدري وضفر في الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن مبروك لخليفة بن شعي الكواري وكذلك للمدربة جاسم غزالي عادة هناك تعليمات للمدرب أبو حمد قبل هذه الأشواط هناك توصيات للمدرب طبعا للخيال نفسه سمعنا أبو محمد من شوي كان يتكلم مع الخيال ويعطيه تعليمات فشغلة مهمة لما يكون المدرب يعطيه تعليمات وتطلع التعليمات هذه صحيحة أخي سلطان التعليمات هذه لازم يطبقها الخيال بحدافيرها إذا لم تطبق الخطة ومهمة في نفس الوقت مثل ما طلب مننا المدرب سيكون خلل يمكن أن يؤدي للخسارة وهذا الشيء طبعا لا يقبل أي مدرب أبو محمد أو أنا أو أي مدرب معنا في الشوط يعني عطيتك الخطة تطبق الخطة بحدافيرها هنا ترجع لي أنا أقيم وضع الإحصان أو الفرس في الشوط يمكن يكون سكروا عليه في الأمتار الأخيرة خصوصا لسار الشوط مزحوم ساعات يكون في تسكير هذه ترجع لإحترافية الخيال نعم أين يطلع شن الفجوة اللي يقدر يستقلها في خيالة ما شاء الله عليهم يعني يوم يشوف طريق يستقل الوضع وهذه ترجع بعد لقوة قلب الخيال بعد في خيالة تفرق عن خيالة في خيال ما عنده مشكلة فجوة بسيطة يدخل الحصان معها بعض الخيل تحتاج خيال خبرة خيال مبتدئ يمكن ما يقدر يواصل مع الحصان أو الفرس أو يتردد أو شيء فيعرضك الخسارة والخطة في الأول والأخير يجب أن يطبقها الخيال بحدافيرها لو ما تطبقها سيكون هناك خسارة يعني غير مقبولة منه لو ما تطبقها بالتأكيد طبعا كل السباقات أو كثير من السباقات المحلية والعالمية فيها الفائز وفيها الخسران وهناك من يطبق مثل ما تكلم أبو حمد الخطة بحدافيره هناك من يخفق بالتأكيد في مثل هذه السباقات ولكن إن شاء الله الأهم أنه يعالج الخطأ في السباقات القادمة أبو حمد من الشوط طبعا من الشوط السادس إلى الشوط السابع كذلك كلمنا عن الشوط السابع الخيل العربية الأصيلة مشروط مسافة ألفين ومائتين مشاركة مجموعة أعتقد من الجهاد عشرة من الجهاد مشاركة في هذا الشوط بشكل عام كلمنا عن هذا الشوط طبعا مثل ما تعرف بكوي سلطان يعني الشوط السابع ألفين ومائتين مسافة طويلة الخيل الموجودة يعني ما شاء الله تبارك الله يعني سلالات من أفخر سلالات موجودة عندنا هنا في الدوحة داحس عامر سنوبي المظفر يعني بيرنينغ ساند مارد الصحراء منجز سلالات طيبة جدا بس في الأول والأخير يبقى الأقوى هو صاحب الشوط وصاحب الكلمة في النهاية مثل ما نشوف طلع شرس نعم أخونا عبداللطيف كنت مراش حامدك اليوم شرس طرف نفس السباق نعم وخطيرة طلع قدام شكله شكله ما شاء الله قبل الشوط يعني نعم طلع قدام وهذا الشيء مخدمه في الأمتار الأخيرة حال في المركز الثاني أعتقد شرس ثالث المركز الثالث ثاني سباقيتتي والثاني سباقيتتي الوليد كان صاحب الكلمة يعني سلالة الداحس وأحصان ما شاء الله عليه يعني يحب المسافات البعيدة من 2000 إلى 2200 1850 ركضاته الأولية ثالث ثاني وحقق الفوز هالمرة هذه يعني بكل جدارة واستحقاق نبارك لمربط الشيقاب ريسنج وسعادة الشيخ جوعام بن حمد بن خليفة الثاني يستحقون الفوز والمدرب ألبان ديميول يعني ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم سلالة طيبة مرة الشيخ بحمد كان الوليد لهذا الشوط نعم كان عليه ترشيح رغمنا بوجود سبيكتي وجلامير ومقدام الزايدي هناك أسماء بروية شهرس الخيل الموجودة ما نقلل من أهميتها لكن يبقى البقاء الأقوى وكان عليهم كلهم ترشيحات لكن ترشيحات كلها كانت منصبة للوليد يعني إحصان فنش في النهاية فنش طيب وكان مركزها طيب من بداية الشوط كان مخز الإحصان وراء ينتظر بس الأمتار الأخيرة أنه يفرق عن الخيل ومثل ما تشايف يعني يفرق عنهم بطول أو نسطول ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم ونحب مبارك لهم ومبارك للمدربة البنديميول مبارك لقونا أبو محمد حل ثاني على سباقتي سباقتي بعد من الخيل الطيبة ومن الخيل اللي كان لها بصمة في السباغات ونتمنى نشوفها إن شاء الله في السباغات الكبيرة الله يبارك لهم ويبارك لأبو محمد خلونا خلونا نشعل الكواري استهلونا مبروك طبعا أبو محمد سباق قوي الشوط قوي الشوط الأخير شفنا يمكن الوليد حل في المركز الأول أنا ورق صورا في باقي الخيل كلها طبعا في الترشحات رشحت أنا سباقتي في هذا الشوط وبالفعل هو الوليد حل في المركز الأول فعلا ترشيحات كانت مصبة لصالح الوليد بداية السباق كون الوليد تواجه مع سباقتي في سباق سيد سمو الأمير الوليد جاء خامس سباقتي جاء سادس في نفس السباق مع بعض حتى لو تقرأ فوق ترشيحات فوق اسم الوليد ترشيحات رايحة لصالح الجواد الوليد جواد جدا متميز متطور فترة أخيرة نقلة نوعية لسارت حق خيل الشاقب ريسبي صراحة مع المدرب ألماندي ميول ضبط الخيل عدل وحط الخيل في وضاعها صح الخيل قامت تطلع بطريقة جدا إيجابية السنة صراحة شاقب ريسبي صار لهم حضور قوي في السباقات المحلية جاءوا عدد من الخيل وسلموها المدرب ألماندي ميول وأظن اختيار موفق جدا كان للمدرب ألماندي ميول أن هذه الخيل تكون معه صراحة نتائج جدا إيجابية وألمان رجع في وضع طبيعي السنة والجواد الوليد حصان عنده ممكانيات كبيرة صراحة حصان قاعد يأدي بطريقة جدا ممتازة ومستحق الفوز صراحة بالتأكيد مبروك لسعد الشيخ جوعان بن حمد وخريفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية الغطرية على هذا الفوز وكذلك مدرب ألماندي ميول الوليد الذي حلف المركز الأول في الشواط السابع والشواط الأخير ألف مبروك لهم وحظنا أوفر باللي ما حلف هذا الحظ بالتأكيد طبعا مشاهدينا ومتابع الكرام نحن عندنا أشواط مهمة يوم الأربعة أو الخميس الجيين راح نتكلم عن هذه الشواط على عجالة وراح كذلك الرشح بناء على الخيل المشاركة الأسماء أو سلالة الخيل الموجودة أبو محمد يوم الأربعة أعتقد هناك يعني شوط مهم بالتأكيد كاسم سيمير الخيل المهجنة الأصيلة اللي هو يوم الأربعة الشوط الرئيسي هناك أسماء قوية مشاركة في هذا الشوط طبعا كلمني عن الشوط الغادم يوم الأربعة طبعا الأربعة يكون سباق على كاسم سيمير الخيل المهجنة مسافة 1800 راملي سبع خيول في الشوط هذا الشوط يمكن يكون أخي سلطان تواجهت نفس الخيل قبل سبعين وفاز الجواد شباب وجاء جواد أوبرا بارون ثاني أظن الترشيحات تنصب للصالح الجواد شباب وتوبستير في أوبرا بارون هم الأقرب للشوط هذا شباب يؤدي بطريقة جدا إيجابية الفترة رخيرة بالذات إذا راح حصان قدامه وخلوه على راحته أحصان صعب أنه ينصاد توبستير في من الخيل جدا جدا أحصان قوي في الأشواط الرملية ومسافات هذه محمد إذا تسمح لورك كرام في شوط أنا هنا في بالي الأشواط القادمة طبعا اليوم الأربعة والخميس أعتقد في شوط الثامن والشوط الأخير على كاس عين خالد الخيل مهجنة صغيرة 1200 سنتكلم عنه ونرجع عن الشوط الغادمة التي كنت طالبة بالضبط هل نتكلم عن شوط السبرنتر شوط السبرنتر هادو عاله كاس عين خالد مبارك الأخوي هادي الرمزاني على فوز الجواد أوتوريو جواد صراحة مميز وأدى بطريقة جدا إيجابية شوط سبرنتر كاس يمكن الخيل اللي راحت قدام اللي هو جواد كريستوف اللي أخونا الكثيري كيستيفانو مع الجواد من اللي كان مرشح محمد في هذا الشوط؟ الشوط كان مفتوح صراحة شوط كان مفتوح للكل عدم وجود الجواد إزا ترايت وأني ماروك في الشوط هذا فتح الشوط للكل أنا حتى قبل السباق بيومين قاعد مع الرابع أخوي هادي وكل علش بيسي وأحمد الغبيسي أقول لهم عدم وجود الجوادين إزا ترايت وأني ماروك هم وجدين عندي حبيت أريحهم حق سباق كاس قطر ذهبي كنت أعطيكم فرصة ونوع من الضحك وغشمارة مع بعض أخوان هم يعرفون الترشيحات كانت رايحة مصبة لصراحة الجواد كريستيفانو لأخونا عبدالعزيز الكثيري لكن يمكن مستوى الجواد أتوريو تطور اليوم وأدى بطريقة جدا إيجابية أشتغل عليه أخوي هادي الرمزاني بصراحة فوز مستحق التنافس اللي صار في مبداية الشوط بين كريستيفانو مع ميت سامر نايت وريسينغ ويفز هذا كان مبصالح الجواد كريستيفانو ثلاث خيال مع بعض حكوا مع بعض من بداية انطلاقة الجواد أتوريو قاعد في ظهرهم التنافس اللي صار بين الثلاث المجموعة هذه لم يكن صالح الجواد كريستيفانو صراحة واستغل هذا الخيال الذي هو أتوريو وتوماس لوكاس وفوز مستحق صراحة وأقولهم ألف ألف مبروك يستحقون أخوان هادي الرمزاني وعليش بيسي على هذا يمكن هذه فرصة في عدم مشاركة خيل في بعض الأشواط فرصة لخيل ثانية أنهم يشاركون ويفوزون فيها وخاصة أن لقد الخيل مرشحة وانسحابها نقول ما نقول انسحابها تحول إلى أشواط ثانية قادمة مثل ما تفضل أبو محمد مثل ما قال لك أبو محمد يعني فتح الشوط للشباب وشوف فيهم الخير والبركة حتى أنا مشفت التداخيل يعني ضحكت أن أبو محمد فتح المجال نعم و راح تتغير الموازين في هذا الشوط أنهم يشارك الخيل التي تتحدث عنها هل هذا الشوط والبلاك بالفعل نعم أو عفوا أنا أنا ماروك أنا ماروك هو الذي يفعل في سباك سيد سمو الأمير مع الجهد الذي هو هل هذا الشوط نعم من خيل القوية ما شاء الله الله يبارك لهم ويبارك أخي شعيل بن خليفة الكواري طبعا نرى المنافسة هنا أتوريو كان في الانتظار توماس لوكوس استقل للفرصة صح أنه لم يقام رأس لكن استقل للفرصة أن يكون في وضع التهديئة مع أن المسافة كانت 1200 يعني سبرنت وضغط خيل من البداية للنهاية مثل ما قال أخوي أبو محمد خلّى اللي قدام على المحك لحد ما انتهت الخيل بدأ ودخل معهم على الأمتار الخيرة وطبعا أحصاننا أخونا عبداليجز الكثير يا الله يمسي بالخير ونقول إن شاء الله هاردلج هاردلج حال في المركز الثاني نعم حال في المركز الثاني هو من الخيل المنافسة دائما في المسافات القصيرة خصوصا 1200 دائما وكان مرشح يعني حصان عبداليجز الكثيري وكان مرشح الحصان هذا وأخونا عبدالعزيز الكثيري أبو علي أعتبرهم من المكافحين حصان شامردل نعم نعم سلالة شامردل غنية عن التعريف هذا حصان صار بطل من ولا شيء جاب حصان ميدن وصراحة نحيي تطور عمي نعم حصان جداً كان متواضع يوم جابه وما شاء الله تطور بطريقة يعني وصل حالياً من أفضل ثلاثة أربع عروس في قطر من السبرنتر نعم حصان هذا صراحة لمستقبل كبير في الأشواط السبرنتر بالتأكيد مبروك بالتأكيد لهادي بن ناصر رمزاني على فوز المركز الأول مع الجواد أتوري كذلك المدرب نفسه والخيال توماس لوكاس على فوزهم بكأس عين خالد طبعاً الخيل العربية الأصيلة أو الخيل المهجنة الأصيلة بالتأكيد مشاهدين ومتابعين الكرام خلونا نشوف معاكم في هذا الكابشن اللي هو السباق الغادم يوم الأربع على كأس مسيمير الخيل المهجنة الأصيلة بمشاركة سبعة من الجيادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر باتونج بالتأكيد طبعاً شوط مهم وهو الشوط يوم الأربعة القادم إن شاء الله على المضمار الراملي كاسم سيميل الخيل مهجنة أصليل أبو محمد أعتقد أن هناك اسمها قوية مشاركة في هذا الشوط و كذلك كنت مشاركة من ضمن هذا الشوط فعلاً مثل ما قلت تخبرني سلطان شوط شوط قوي شوط معروف تقريباً من المرشحين في هذا الشوط أي حصان ممكن يفوز في الشوط مبكسوراً في الخيل الثانية الخيل كله لها صولات ورجالات كبيرة في المسافات 1800 والأشواط الرملية بالذات هم أفضل موجودين في الأشواط الرملية يمكن شباب قبل سبعين قلت لك ركض مع نفس المجموعة هذه فاز عليهم أحصان جداً متمكن إذا راح قدام أحصان خطير أحصان أخونا فيصل بن حمد عند إبراهيم المالكي من الخيل الأبطالي دائماً في الرمل يكون أحصان خطير وما تقدر تشل من الترشيحات دائماً أكثر أحصان يمكن يشل شوطة رملية دخول أبرا بارون معاهم من أسبوع اللي راح جاء مركز ثاني تحطه في دائرة المنافسة فأتوقع شوط بيكون يمكن بين هذه الثلاثة فيتالي احصان خطير دائماً عنده دخول قوي مع هالخيل هذا ممكن يعمل مفاجأة كرار مستوى متنازل ليس بالكرار اللي نحن خابرين الأول فأظن أن الشوط بيكون مفتوح حق ثلاثة أربعة خيول أي واحد فيه ممكن يستغل الفوز ترشيحك محمد والله ترشيحي أقول لك بعد يوم الأربعة إن شاء الله ترشيحات صراحة راح بين شباب وبين أبرا بارون توبس ترشيحات قوية بين الثلاثة دولار نعم منافسة قوية بالتأكيد محمد والله أخي سلطان مثل ما تعرف مسافة 1800 متر رمل يعني مثل ما قال أخونا بمحمد شباب من الخلي تطلع قدام والركض عندنا في المضمار الرملي يعني يكون في الكفة للحصان اللي يطلع قدام والقوي جدا يعني الخلي ورا ما تقدر تلاحق على الحصان اللي يكون عليه الترشيح مثل شباب يعني لو طلع راس وفرق في المسافة بينه وبين الخيل يمكن يفنش تفنيش قوي أو يكون فيه احتكاك بينه وبين أبرا بارون نعم حصان اللي يستهان به يعني ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم الله يزيق ننترشيح بوحمد في هذا الشر والله صراحة أنا رشيح أقول لك أنا ولا أنت أنا رشيح شواب كلهم أنا أريد أن أرى تنافس لحد خط النهاية لأنه يكون هناك حماسة ويكون هناك تشويق لكن أروح مع أبرا بارون كل التوفيق لهم إن شاء الله مشاهدين ومتعامي الكرام دعونا نرى معكم كابشن كأس المقبور له إن شاء الله يوسف رميحي الخيل المهجنة الأصيلة بمشاركة ثمانية من الجياد اشتركوا في القناة مهم يوم الخميس الغادم في ختام الأشواط على كهس المقبور له إن شاء الله يوسف رميحي للخيل المهجنة الأصيلة بالتأكيد من الدرجة الثانية بمحمد توقعاتك وترشيحك بهذا الشوط وأنت أصلا مشارك في الشوط الشوط ماراثوني صراحة شوط بيكون جدا صعب على الخيل 3200 هذه أول مشاركة تكون حق الخيل 3200 بس آخر مشاركة 2800 كانت تنافس بين جواز ديوك أفداندي لمربط أمقار هو لي فاز والثاني جوز في قار بلادي لأخونا حسن عدد ملك أظن شوط سيكون بين هذين ذولة تنافس قوي يمكن أن يكون فاجأة من الجواز أوتو جواز أوتو عنده مكانيات كبيرة إذا ظهر بصورة التي نتوقعين منها يمكن أن يعمل فاجأة في السباق نعم محمد بصراحة مثلما قال أخونا أبو محمد شوط ماراثوني وهذا عندنا في الموسم نادر ما نشوف نفس الشوط هذا يكون عندنا مرة في السنة نعم ثلاث تلاف ومائتين شوط تكون مسافة طويلة ومتعبة للخيل لكن سيكون الأقوى للحصان الذي سيثبت جدارته عندك الحصان رقم سبعة جوزي سلارة قليليو وعندك الحصان رقم واحد ديوك أوف داندي لأسادة مربط مقرن سيكون فيه تنافس قوي والأقوى سيكون الكلمة ومثل ما قال أبو محمد قوته يمكن يكون مفاجأة الشوط نعم المدرب سيد عبد العزيز البريدي شكرا جزيلا لك أبو حمد مبطيم منك سنشوفك في استيديوهات القادمة إن شاء الله وكذلك الشكر موصول المدرب الغدير سيد جاسم الغزالي أبو محمد شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لك في الأشواط القادمة أو السبقات القادمة المهمة بالتأكيد مشاهدين ومتابعين كرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم ولا ننسى أن نعزي مدير نادي السباق والفروسية بالتأكيد سيد ناصر شريدة الكعبي في وفاة والدته الله يرحمه ويقمد روحها الجنة وكذلك بالتأكيد نعزي سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الطاقة بالتأكيد في وفاة والدتهم إن شاء الله الله يرحمها ويرحم موت المسلمين وعظم الله أجركم بالتأكيد مشاهدين ومتابعين الكرام وصلنا لختام تظرونا يوم الأربعة القادم على موعد وإياكم في نادي السباق والفروسية بإذن الله تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من العداد صبر البغدادي من أخراج جاسم البوعينين في أمان الله اشتركوا في القناة